اعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القطال المختلطة اعرب عن فخره واعتزازه بما شاهده سموه من مستويات قوية بمسابقة فنون القطال المختلطة في اليوم الرابع والختامي لبطولة البحرين المفتوحة الثانية للهوى لفنون القطال المختلطة التي نظمها الاتحاد البحريني لفنون القطال المختلطة بالتعاون مع اللجنة الولمبية البحرينية ومنظمة خالد بن حمد لفنون القطال المختلطة على صالة نادي الرفاع الرياضي والثقافي واشد سموه بالمشاركة الكبيرة التي شهدتها هذه المسابقة من مختلف المراكز والمدارس البحرينية لفنون القطال المختلطة وكذلك من دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية مضيفا سموه أن المستوى القتالي الذي شهدته المسابقة أظهر للجميع أن اللعبة تسير وفق خط تصاعدي من التطور عبر الخطة التطويرية التي رسمناها والتي ينفذها بنجاح الاتحاد البحريني لفنون القطال المختلطة برئاسة سعادة العقيد خالد عبد العزيز الخياط وذلك للارتقاء بمستوى هذه الرياضة على المستوى المحلدي والذي يدعم مكانة البحرين على خارطة الرياضة الدولية وأعرب سموه عن سعادته الكبيرة بالتواجد الجماهري الكبير في هذه المسابقة مشيدا سموه بالتقطية الإعلامية الكبيرة التي حظيت بها المسابقة من مختلف وسائل الإعلام مقدرا سموه في الوقت ذاته الجهود الكبيرة لرئيسي وعضاء الاتحاد وكذلك اللجنة المنظمة على تنظيم المسابقة اشتركوا في القناة موسيقى